بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حتى نعيش بمقام وخلق المراقبة لابد وأن نوقن تماما أن الله يعلم سرنا وخفايانا ونجوانا قال مولانا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد مولانا أقرب إلينا من أنفسنا فراقب ربك أطع مولاك وحذر معصيته وقد خلقنا الإنسان خلقنا بهذه المؤكدات أطعون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب إلا في كتاب مبين وشبيهتها في أول سورة سبأ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ومولانا يقول حكاية عن سيدنا لقمان وهو يربي ولده يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير وهكذا إذا أردنا أن نعيش بهذا الخلق لا بد أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع وعليم بخفايانا وعليم بكل أمورنا وأحوالنا وسنقف أمام الله سنسأل أمام مولانا سبحانه وتعالى وسوف تسألون وقفوهم إنهم مسؤولون ولا زال نبينا صلى الله عليه وسلم يرب الأمة بأحاديثه بسنته بسيرته لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به هكذا المراقبة تجعل الإنسان على الدوام طائعا تجعل الإنسان صاحب همة في الطاعة تجعل الإنسان من طاعة إلى طاعة تجعل الإنسان صاحب نفس لوامة لماذا فعلت ولماذا ارتكبت لماذا لم أكسر من الطاعة لماذا لم أكسر من الصلاة لماذا لم أكسر من الصدقات لماذا لم أكسر من قيام الليل لماذا لماذا ما من أحد يموت إلا وندم قالوا وما ندامته يا رسول الله قال إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد وإن كان مسيئا ندم ألا يكون نزع هناك آية في أواخر سورة الزخرف ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا فيها إخبارا عيانا بيانا أنه يعلم كل شيء يحيط بنا أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون ستجد كل شيء مكتوبا ربما ينسى الإنسان لكن مولانا لا ينسى لا ينسى ربنا إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام حديث النبي صلى الله عليه وسلم ووضع الكتاب كلام مولانا فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده البتقين ذو المراقبة الحقيقية بفضله سبحانه وتعالى وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته